سيادة اللواء هل من مؤشرات أو معطيات جديدة عن الجهة التي قامت باستهداف أو بمحاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليلة أمس سيد نجم مرة ثانية مساء الخير عليك طبعا العملية السهداف فاشلة ومحاولة السهداف واغتيال فاشلة تعرض لها السيد القادر العام للقوات المسلحة بعد منتصف ليلة أمس بطائرتين مسيرة تحمل متفجرات الطائرة الأولى استطاعت أن تسهدف المنزل ومكان الإقامة لسيد القادر العام للقوات المسلحة والطائرة الثانية تم معالجتها من قبل أبطالنا في الفرق الخاصة وقوة الحماية الخاصة بسيد القادر العام للقوات المسلحة وأعتقد أنه تم إسقاطها وحقيقة قطاعاتنا توصلت إلى بعض أجزاء من أدهب هذه العملية الإرهابية حقيقة لا تصب بمصلحة العراق ولا بمصلحة الشعب العراقي وإنما هي رسالة سلبية للسهداف أعلى سلطة في الهرم في الدولة العراقية وسيد وعليس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة كوضع أمني على الفور كانت انتشار وتواجد لقواتنا المسلحة البطلة وتعملنا بحكمة وبيقضى وبحذر وحقيقة لدينا سطعنا التوصل إلى مكان انطلاق هذه الطائرات وخطة سير مالتها والأجهزة الاستخباراتية البطلة والقوات المسلحة العراقية تعمل بدقة للوصول إلى من قام بهذه العملية الفاشلة والإرهابية وإن شاء الله سنصل لهم ونحيلهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل من يعني انطلقت هذه الطائرات سيادة اللواء؟ يعني المنطقة أنا ما لدي أحدد من المنطقة بضبط لكني من المناطق جنوب شرق بغداد المسافة التي تبعدها بحدود 12 كيلومتر تعرف هذه طائرات مسيرة كانت بارتفاع واطئ تسير بعد منتصف الليل وكرادارات التي نمتلكها لا تستطيع كشف هذه الطائرات كون خطة سير مالتها والارتفاع ولكن الحمد لله وشكر اليقضى التي كانت موجودة لدى قطاعاتنا والكثير يعني سألني كان هناك رمي داخل منطقة الخضراء نعم هذا ما قام بأبطال قوة الحماية الأبطال الشجعان وأيضا أبطال الفرقة الخاصة بمعالجة هذه الطائرتين المسيرة والحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى دفع مكان أعظم والكل بحالة وبصحة جيدة وسيد القادر العام أيضا بصحة جيدة واليوم في تمام الساعة ألف من صباح هذا اليوم كان هناك اجتماع نعم لمجلس الأمن الوطني وأيضا هذا الاجتماع أدان هذه العملية وأعتبرها عملية إرهابية لهذا أن القوات المسلحة العراقية الآن على جهوزية كاملة لحفظ الأمن والاستقرار والنظام ليس فقط في محافظة بغداد وإنما في كل محافظات العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر